هو الأول الكبد يمكن العضو اللي في جسمنا اللي كل حاجة بتدخل جوابه إنا بتحلو بالآخر وبالتالي في أي حاجة لازم حتمر عليه تتفلتر وبعدين هو يواجه كل حاجة منهم بتروح في اتجاه فطبعا كل حاجة إحنا بناكلها فيها أي ندى نقول مش هقول أسمدة هقول أدوية بتتخطى على الأكل ألوان صناعية في حاجات بصبت هي كل الحاجات دي كلها بتيجي على الأكل بتخش على الكبد بتترصب فيه ومع تكرار الوضع ده وبالضبط كده ومعهم الكميات كل شوية الكمية عملت زيد فبنوصل في الآخر لمرحلة إن الكبد يفشل إن هو يقوم بدوره الطبيعي كمية كبيرة عليه بالضبط حلت محل الخلايا الطبيعية بتاعت الكبد وأثرت عليها وبالتالي دخلنا بعد كده في أمراض بقاليات تلايف الكبد وما إلى ذلك يعني نازم يمتنع عن كل الحاجات اللي فيها مواد حفظة مواد حفظة مكسبة طعم ألوان صناعية اللحم المصنعة طبعا فيها بتحطي فيها برضو نفس الحاجات دي حتى الحبوب بتاعتنا اللي احنا بنكلها زي الحبوب الجفة أشارها الأمحة البقليات لما بتتخزن تخزين مش كويس بيحصل حاجة عليها بنسميها الأفلاتوكسن ده نوع من الفطر بيطلع مادة سمة بالضبط بتتركز في الكبد وللأسف الشديد من أهم الأسباب اللي بتأدي إلى أورام أو سرطانات الكبد هي الأفلاتوكسن طيب يعني أنا معرض كبدي لكمية أشياء سامة وضرة ما بيقدرش ومن غير ما نعرف ما بيقدرش هو يتعامل معاه مع الوقت تده تترسب جواه وتأثر على وظيفه تلي أجزاء منه تخرجه من العمل فبعدت الجزء من المصنع اللي ربنا مدهوني في جسمي ده بالضبط الفلتر الطبيعي اللي ربنا خلقه هنا طيب إيه الأغذية بقى اللي تدعم الكبد وتحسن أداءه كل حاجة طبيعية ربنا خلقها طبيعية طبيعية يعني لو هنتكلم على الخضار والفكهة طبعا من أهم الحاجات لأن كلها في حاجة بنسميها مضادات الأكسادة مضادات الأكسادة دي هي الحاجة اللي أي حاجة سمم اللي احنا قلناها بتدخل الجسم بتطلع عندنا جزيئات صغيرة اللي هي الأكسجين راديكلز دي هي اللي بتسبب الجزء من المشاكل بتاعة الكبد فلما أنا أاخد حاجة تمسك فيها وتأخذها وتنزل أبنا كده في تطلعها بالضبط بالضبط اللي هي المنطلقة في جسمنا كله فهنا علشان أروح أنا أمسكها وبعدين أخدها وأنزل فهي دي وظيفة مضادات الأكسادة اللي موجودة في الخضار في الفكهة كل ما أنا أنوع في الخضار وأنوع في الألوان يعني المفروض أن أنا كل يوم أخد صامرة بلون مختلف يعني اللون الأخضر، اللون الأصفر، اللون الأحمر، كل واحدة منها فيها نوع من المواد الغذائية اللي بتفيد في حاجة معينة يعني اللون ده مش مجرد لون بس، ده كمان فايدة مرتبطة باللون تمتع لعنينا ربنا خلق أهلنا وبعاها فايدة راح بيأكل بعنيه قبل بقه بالزرط كده، فأنا لما نوع الطبق بفتح نفس اللي بيأكل وفي نفس الوقت بديه للمادة المهمة اللي هو محتاجة طيب نيجي بقى البيت القصيد مرضى الكبد هياكلوا إيه؟ وعلى حسب مرضهم إحنا أول حاجة بنصادفها ويمكن أكتر حاجة دلوقتي موجودة عندنا في مصر هو المرض الكبد الدهني طبعا مع زيادة الوزن وزيادة نسبة مرض السكر والكبد فالكبد الدهني بقت نسبته عالية قوي مخاطر الكبد الدهني أنه بيؤدي إلى نفس المخاطر بتاعة الفيروسيات للحاجات المنتشرة يعني بيؤدي إلى درجة من التلايف وبعدين مضاعفات التلايف فإحنا لما ألقوه بديه وحاول أمنع حدوثه ولو أنا لقيت فيه كبد دهني أحاول أعالجه قبل ما يخش في مراحل تلايف متقدمة وتوصل للمضاعفات اللي إحنا برضو هنتكلم عليها دلوقتي يبقى أنا كده أعملت إنجاز طيب أنا لما بلاقي مريض عندي عنده كبد دهني أهم حاجة بقوله لو سمحت أقللي من الدهون اللي أنت بتاكلها طيب يعني إيه الدهون اللي أنا بقوله يقللها الدهون اللي هي المشبعة في صورة السمنة في صورة الزبدة بالضبط حتى الزيوت اللي أنا بستعملها دهون غير مشبعة في المرضى العاديين أنا بستعملها لكن بيجي لمرضى الكبد الدهني أقوله لو سمحت أقف لي كمان حتى الزيوت النباتية وزود لي من الزيوت التانية اللي فيها إيه اللي فيها الأوميجا سواء كانت أوميجا سري أو أوميجا ناين كل دول حاجات مهمة أوي زي إيه في الأكلة دكتورة الأوميجا سري والأوميجا ناين عندنا أهم حاجة عندنا اللي هو زيت الزتون وعندنا زيت بزرق كتين اللي هو زيت الحار ناس كلها بتقولها يعني مريد الكبد بالزات الدهني نقطر من زيت الزتون نقطر من زيت ممكن داع البارد وداع السخن مثلا أوهنا بيستحسن كله على البارد لو أنا هحطه على سخن ما عليش درجة الحر أوي عشان أنا ما حولش المادة المفيدة اللي فيها المادة غير مفيدة برضو نفسي الكلام بقوله لو سمحت قطر من الأسماك والأسماك لما تيجي تعملها نعملها بالطريقة اللي هي البسيطة جدا والسريعة وفي نفس الوقت المفيدة يعني دايما أشوي ما حمرش يعني أباية خالص يما ستيم البخار يقيمة أعمله مسلوء يقيمة أعمله مشوي بس الكل ما أعمله بطريقة لطيفة وفيها طعم جميل ألاقي العيان المريد بتاعنا لازم أدري مفيش حاجة مقلية مريد الكبد الدهني يبعد عن أي حاجة مقلية مش سمك بس أي حاجة مقلية طيب حالك كنت قلتيني المكرال من أسماك الجميلة من أشهر الحاجات اللي بنحبها قوي اللي هي أسماك اللي هي الدهنية عشان الدهون اللي فيها أنا محتاجاها فهي زي سمك المكرال السالمون التونة والواجبة تبقى بسيطة قوي وتتعامل في سريع معاعمل المكرال بقى حالك يديت لنا الوصفة بتاعته سمك مكرال زيت زتون لمون توم جنزبيل شبت كزبرة ملح وفلفل بالضبط كده يعني أنا بعد بقى ما بشوي أو أعمله بالبخار أحط عليه الحاجات اللي موجودة عشرة أنا بزود النكهة وفي نفس الوقت بزود القيمة الغذائية يعني اللامون والجنزبيل الخضرة اللي هنحطينها كلها فايدة مضافة فيها بيتامينات فيها كالسيم شبت وكزبرة من أهم الحاجات فيها كالسما كل حاجة وبالتالي أنا كده حولت الوجبة من حاجة أنا ما بحبهاش لحاجة أنا طعمها حالو وفي نفس الوقت مفيدة بالنسبة لي وأقدر أكلها كل يوم يعني ونوع حتى في الإضافات كل مرة طريقة مختلفة أنا ممكن أعملها مرة ما شوية ممكن أعملها مرة تونة يعني تونة أعملها زي الصلطة أحط عليها الخضار اللي هم نتكلم عليه أقطع الخضار اللي موجود كبوتشا كده وفلفل وقطعه اللي موجود عندي أنا وع في الألوان أحط عليها زيت زيتون وحط معلقة التونة عليها